من يمكن أكتر من شهر بشوية صغيرين عملنا فقرة وطالبنا وزارة الثقافة أنها تتدخل علشان تنقذ مجلة أدب ونقد مجلة أدب ونقد هي بقالها 27 سنة المجلة الوحيدة الثقافية المتخصصة في الأدب من سنة 84 وكانت مهددة بالغلق تماماً وده لأنه في مشاكل في التمويل ومشاكل في دعمها مادية ولما سألنا عن المشاكل دي قد اكتشفنا أنه حاجة ما بين 15.000 جنيه علشان تقدر تطلع المجلة رقم قليل قوي بالمقارنة بقيمة المجلة طبعاً كمان ما نقدرش ننسى أن دي المجلة الوحيدة اللي بتصدر عن حزب التجمع مجلة متخصصة طلعت أجيال كثيرة من الأدباء أفادت ناس كثيرة من مهتمة بالأدب والثقافة فكانت خسارة فادحة وخسارة فنية وثقافية كبيرة جداً لو كانت تتقفلت المهم حصل أنه خير اللي هو مجعله خير تم قبول المطالبات مننا ومن آخرين وفعلياً حصل حاجة هتنقذ مجلة أدب ونقت من الغلق ومن الإغلاق تماماً بشرفنا يكون معنا الشاعر حلمي سالم رئيس تحرير مجلة أدب ونقت نارك سعيد يا فندم مبدأين مبروك يعني ويا رب تبقى أخبار سعيدة كده ألف ألف شكر طبعاً مبروك علينا كلنا مبروك علينا كلنا إن كانت المجلة بتاعة الجميع فمبروك للجميع طبعاً أحكينا يا فندم إيه اللي حصل؟ يعني فلوس جات منين؟ زورة ثقافة تدخلت؟ ناس تدخلت؟ إيه اللي حصل؟ هو طبعاً زي ما حضرتك تفضلت كده خبر تعثر أدب ونقت يعني عمل دراما في الحياة الثقافية المصرية دي أنا شخصياً حاجة مكنتش متوقعها يعني فغير البرنامج اللي حضرتك أشرت إليه اللي احنا تكلمنا فيه كلمنا هنا في نهارك سعيد من شهر ونص نهارك سعيد حصلت نداءات أو صراخات أو صيحات من مثقفين جادين محبين للمجلة تطالب أن المؤسسات أو القادرين يساهموا في إنقاذ هذه المجلة وحصل بعض البناء على هذه المناشدات أو الاستصراخات وكان من أهمها مثلاً كتابات لجلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق صادقنا الكاتب الدكتور خالد منتصر ناقدنا الكبير سمير فريد الشاعر غدا نبيل الصحفي والشاعر علي عطا ناس تنادت على إنه ما يصحش مجلة زي كده تتفل وحصل فعلاً استجابات أهم استجابتين اللي هم يعني هيسهموا في إننا نستأنف صدرنا طبعاً نسيت أقول إن من ضمن هذه الصيحات صيحة سمير غريب صديق العزيز ومدير صندوق التنمية الثقافية ونشرنا صيحته في الأهالي وقرر إن هو يتبرع التبرع هو بيسميه رمزي يعني لكن قال لي افتح حساب للتبرعات وكده علشان الناس يساهم لكن أهم حكتين حيعدلوا المقشو أو يعني حيحطونا تاني على التراك وزارة الثقافة فعلاً وهيئة أسور الثقافة عملوا إيه بقى؟ هيئة أسور الثقافة الشعر الكبير والصديق سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة ما مشارع بقى لازم يحب وفهمي يعني متعاطفين أو مع المجلة قال لي إن إحنا قررنا نشتري شراء الهيئة أسور الثقافة تلتميت نسخة من كل عدد حل هم الهيئة أسور الثقافة ده من ضمن جزء من عملها وكنا بنعمل كده الزمان يعني تقريباً في أواخر التمانينات أيام الأستاذ حسين مهران كانوا يشتروا نسخ يشتروها ويوزعوها على مكتبات قصور الثقافة في مصر كلها لكن الفكرة الحكاية دي كانت توفت في السنوات الأخيرة فالأستاذ سعد عبد الرحمن أحياها تاني الحاجة التانية طبعاً المبادرة الكبيرة بتاعت دكتور شاكر عبد الحميد صديقنا ووزير ثقافتنا الجديد يعني صارع فعلاً هو راخر إلى أنه أكلم سنوات تانمية بحيث عملنا زي دعم يعني كده ب25 ألف جنيه في السنة هو طبعاً دعم بسيط لكن هو بالنسبة لنا الحاجة البسيطة دي بالنسبة لنا كبير قوي أترمنا حداً كل تاني العدد بيطلع كل كذا شهر تكون ثلاث شهور تقريباً أو بيطلع كل قدية دلوقتي دلوقتي كان بيطلع كل ثلاث شهور صح؟ دلوقتي احنا طبعاً بنتلع كل شهر من 27 سنة لما دخلنا في الأزمة دي احنا نبطلين بقالنا شهرين بس الآن 25 ألف يعني هتعدي شوية مع عدد النسخ اللي هيتم شراها لا حنرجع نستعنف بشكل شهري شهري يعني احنا بس تعطلنا شهرين وحنطلع في شهر يناير الجاي ده أول سنة جديدة نشاء الله كل سنة ونطيبين وحنستعنف بشكل شهري لأنه كمان من ضمن الاستجابات الحلوة لناس كتير محبين وقراء وكتاب وكده عمل اشتراكات اشتراك سنة بسيط هو لكن 100 جنيه في السنة فناس كتير اشتركت بحيث يعني دفعت اشتراكات بحيث تروح لها المجلة كل شهر فده يعني حيقدر يمشينا وفهمت كده انه الدعم ده بتاع صندوق التنمية ممكن يبقى سنوي لو يعني الظروف لو الهوى جيه سوا او الظروف يعني فضلت كويسة او لو فضلنا احنا محتاجين هذا الدعم ازاي بقى يا فندم اكيد عندكو خطة انه ازاي احنا خدنا هو دعم ممكن يمشينا تقريبا نقول سنة نقدر نعمل 12 عدد هل في 12 شهر دول عندكو خطة ازاي انه المجلة تقدر تبقى مكتفية زيتيا او انه يبقى عدد المبيعات نسبة المبيعات يعني بتغطي تكلفتها على اقل او انه يبقى فيه تمويل اخر يعني هل فكرتو ازاي بعد السنة دي هتعدو ازاي بعد كده اه طبعا فكرنا في كذا فكرة اول فكرة اننا نستمر جدين كما نحن لانه يعني وقوف الناس بجانبنا كان بسبب جديتنا واحترمنا لانفسنا واحترمنا للقارئ واحترمنا للثقافة فان نستمر على هذا ببال على العكس ان نطور هذا من حق قراءنا بقى علينا لساعدونا ووقفوا جنبنا والمحب المجلة اننا كمان نطور من المجلة ونطور في حدود طبعا في حدود امكانياتنا البسيطة او المحدودة على الاقل نطورها تحريريا نرقي المادة ونميزها اكثر فاكثر ونخلي فيها مستوى عالي اكثر فاكثر على قد ما نقدر دي حاجة رئيسية لكن انا عايز اقول ان مفيش مجلة جادة ابدا في الدنيا تستطيع ان تمشي وتغطي نفسها بسبب جديتي لمجرد انها جادة فقط يعني لا حيلة على رأي المجلات المجلات اللي هي ما هياش بتلعب على اي وطر ولا اشاعات ولا بتاعات ما بتلعبش على اي اشاعات لا وطر النميمة ولا وطر الفنان الفلاني راح والفنان الفناني اللي هي جاد ولا وطر الجريمة ولا وطر الاعلانات فدي قاعدة في العالم كله المجلات النودة من المجلات الجادة لابد ان تكون مدعومة او يعني تسند بمؤسسة لكن مع ذلك احنا هنستغل لهذا العامل اللي احنا يعني هنستانف نفسنا فيه في اننا قلت نطور مادة المجلة هي بكم المجلة بتتباعها بكم هي كانت بتلاتة جنيه وبعدين مع الازمة الاخيرة دية هنزودها طبعا شوية الاسعار بتغلى واتزنقنا بقت بخمسة جنيه في الشهور الاخيرة دى هتفضل خمسة جنيه ولا هتخلوها اكثر لا هتفضل خمسة جنيه احنا بنقول خمسة جنيه يعني كمان لما قلنا خمسة جنيه دي كانت علبة سجاير من شهرين 3 وكانت خمسة جنيه علبة سجاير دلوقتي حتى بقت اقل من علبة السجاير المصرية هنخلينا احتراما للناس وتحية ليهم كمان لكن بقول لحضرتك احنا في الفترة الشهوري القادمة دي حنسع مش هنبطل مش هنكف عن انه نسعى الى مصادر تمويل تمكن اولا من اننا نستمر بعد السنة واننا نتطور كمان احنا عايزين نتطوره اكتر واكتر فيعني احنا ممكن نتجه لفكرة الاعلانات اعلان يعني واحد بس اعلانات ثقافية مش اعلانات لها عن الجزم ولا عن الشرب اعلانات ثقافية مكتبات وزارة الثقافة نفسها بتعمل اعلانات الهيئات الثقافية الكبرى دار الأوبرا اعلانات ثقافية زي ما بيحصل في كل الجرد لا اي ميزة ولا اي منح عطاية يعني مجانية اعزين شغلي شغلي يعني بيزنة حاجة اصب اعلان اصب اعلان هيئة ثقافية هيئة الكتاب مثلا في مكتبات كتيرة اليومين دول بتعمل اعلانات فعليا فلو بتعملها في مجلة ادب ونقط بعتقد اتنا حنسعى طبعا في هزا الاتجاه في هزي الفترة الفترة اللي فات ما عملناش كده كنا مكتفين بجديتنا وكنا مكتفين بدعم الحزب صحيح العب وجديتنا فقط المعتمدين عليها فقط ما تمشيش لوحدها يعني خلينا يا فندم وحاجة بتتكلم كده عملت حسابات كده على قدي قلت انه لو هتكلم عن متوسط المجلة بتتكلف شهر عشر تلاف جنيه تقريبا يمكن هي أقل شوية أقل كده كمان لو قولنا عشر تلاف جنيه يعني انتم محتاجين مية وعشرين الف جنيه في السنة على خمسة جنيه لو نتكلم على الشرى يعني يعني محتاجين اربعة وعشرين الف مواطن ما عندناش خمسة وعشرين الف مصقف يشتروها ويقروا اللي يقروا فيها ويبقى ده دورهم الداعم للمجلة بهذه القيمة اللي أثرت الحياة الثقافية مجلة أدب ونقد يشتروها خمسة وعشرين الف ده رقم وليل جدا عندنا أكتر من خمسة وعشرين الف السؤال حضرتك بقى ده بينقلنا بقى شوية من قصة أدب ونقد كمجلة إلى قصة المجلات الثقافية عموما وقصة الحياة الثقافية المصرية العربية عموما طبعا فيه أكتر من خمسة وعشرين الف مصقف ما يشتروهاش أنا بكلمة يعني نهينا عن الناس المهتمة بقى أصلا بالثقافة أنها تشتريها لكن فيه بقى قصات ذلك عشرين مشكلة فيه خمسة فيه خمسين الف مصقف فيه مئة الف مصقف يشتروه المجلة المجلة شغالة كده هذا إذا كانت المجلة الوحية فيه مليون مشكلة بقى قصات ذلك اللي هي ومع التطورات خلت المجلة الورقية السقافية المتخصصة الجادة يعني تتمحى فيه قبال عليها أقل وتتمحى أيوة فيه دبعا دلوقتي الناس أصلا بدأت تستغنى عن الكتاب المقروع أو المجلة المقروع تكنولوجيا طبعا إلى الإنترنت أدي واحد الحاجة الثانية حتى الإصدارات الورقية من المجلات والصحف كثرت إحنا صار عندنا في مصر كل صباح بتلفز المطابع مئات الجراءت يعني طيب القارئ يشتري إيه ولا إيه ثم ثم فيه القطاع الأكبر من جمهور قراء مثل مجلة مثل أدب ونقل هم من بسطاء الناس اللي هم ما يقدروش يشتروا أربع خمس مجلات بقى في الشهر والأربع خمس جرائد في اليوم يعني أصدي سؤال حضرتك تخش في الإجابة عليه بقى الحالة الاقتصادية والحالة الثقافية والحالة الإعلامية الناس دلوقتي ممكن تستغنى بالتلفزيون عن الأخبار والتكنولوجيا والموبايلات كل الناس ترى يعني أنا بالناس يبارك دلت الجرائد كلها والحاجات على الإنترنت نعم أخبار بتجيلك على الموبايل دلوقتي ما تش محتاج لك جورنال صحيح فلما يكون كمان جورنال ثقافي وجاد يعني في حاجتين أساسية فيه ثلاث حاجات كبار أو أساسية في هذا العدد الحاجة الأولى فيه إنه فيه ملف كبير عن حكاء مصري الكبير الراحل خيري شلبي هذا عدد ملف كنا محضرينه قبل ما نتوقف ملف مهم جدا قبل شهرين خيري شلبي من كبار القصصين المصريين وكان صديقا عزيزا الله يرحمه وخسرته طبعا بالنسبة لحاجة الأدبات بخسارة كبيرة جدا ففيه ملف كويس مساهم فيه مجموعة من الكتاب الكويسي الدكتور جابر عصفور بهاق طاهر محمد برادة الناقد والروائي المغربي الكبير وخيري شلبي نفسه يعني مفصل من كتابه لخيري شلبي هذا ملف كبير يسمونه الحكاواتي لأنه هو حكاواتي العرب الأكبر خيري شلبي الموضوع التاني الأساسي مجموعة مقالات صغيرة لشائرنا الكبير أحمد عبد الموت حجازي حول المرجعية المصرية إحنا دلوقتي بيثار في حياتنا الفكرية والسياسية موضوع المرجعية الإسلامية المرجعية والهوية حجازي كتب مجموعة مقالات حوله إحنا أخذنا جزء منه وهو طوار لنا الباية حول أن المرجعية هي مصر هذه مجموعة مقالات في رأيي يعني مساهمة جبارة وشجاعة في الحوار والسجال الفكري الدائر لأنه يرى وهو صائب فيما يرى أن مصر كمرجعية أشمل من أي مرجعية أخرى لأن مرجعية مصر تحتوي على المرجعية الفرعونية الثقافة يعني أو الحضارة الفرعونية القديمة والحضارة المسيحية أو القبطية الوسيطة والحضارة الإسلامية اللي بدأت في مصر من 14 القرن ثم حضارة العالم الحديث اللي هي حضارة البحر المتوسط كما قالتها عصد عصدين واشتباكها في العالم مصر عملت تركيبة من هذه الأربع حضارات امتصت الأربع حضارات دول وقدمت نموذج مصري متفرد هو المرجعية الحقيقية بتاعتها ده عدد أنا شخصين مهتمة بجد حقيقة أولاً عشان المرجعية وثانياً طبعاً طبعاً علشان كاتبنا الكبير خيري شلبي وخيري يقول للناس أو أفكر الناس للي مش عارف خيري شلبي هو صاحب الوتد هو صاحب وكالة عطية هو صاحب صالح حيصة هو صاحب السلسية هو صاحب أعمال كثيرة اللي شفناها تليفزيونية واللي قرناها واستمتعنا بيها كروايات فبعتقد إلي مهتم هيعيد تاني في ختم فقرتنا يا أستاذ حلمي إنه 24 ألف لو اشتروا المجلة المجلة بي عندها اكتفاء ذاتي 24 ألف شخص 24 ألف مواطن في 5 جنيه المجلة كفت نفسها فأنا بادعو كل ناس المهتمة بالأدب وكل ناس المثقفين والمهتمين بالثقافة يشتروا المجلة عشان ندعمها احنا بنفسنا 5 جنيه مش مبلغ يعني طبعا عيل بتكشر يعني أنا عايز برضو ننقل من مننا يعني وقفين عند أدب ونقد فقط إلى مشكلة المجلات الثقافية بشكل عام في مصر والبلاد العربية عمومة بعتقد أنت ذي المحتاجين نفرد لها حلقة خاصة علشان إحنا النهاردة كنا مهتمين بس نبارك لحضرتك على هذا الإنجاز في مجلة أدب ونقد مبروك ونحن في انتظار العدد الأول بعد التوقف في يناير إن شاء الله وكل سنة وحضرتك طيب وكل سنة مجلة أدب ونقد كل سنة ونطيبين متشكرين على اهتمامكم واهتمامكم ده كان جزء كبير جدا من حل مشكلتنا هذه المشكلة اللي أرجو أنينا نوعش فيها تاني شكرا جزيلا شكرا لحضرتك الشاعر حلمي سالم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد نورتنا وشرفتنا وبالتوفية إن شاء الله نهارك فل شكرا جزيلا خلونا نروح نشوف التقرير اللي جاي وهو تقرير لعلاقة يعني وهو مؤتمر أدباء مصر تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لك أولا